يا سيد أنا بلعب باسمه مصر وبشارك في بطولة أفريقية والحمد لله بشرف مصر وبشرف أفريقيا والنادي المصري اللي بيحافظ على اللقب وبيجيب لقبين هل يتم عقابي بضغط مبارياتي ولا يتم تكريمي يعني بشيك تكريمي يعني يديني حق في اللعب بص بس عشان نبقى في الصورة يعني في الآخر في الآخر كل ده هيتنسي وهيفتكر بس من فاز يعني لكن احنا بنقول الأسباب اللي ممكن قدت لكده أسباب احنا ما ينفعش ان احنا نصق في الناس ما ينفعش يتصق فيها يعني الكلام كلام نهائي ما ينفعش تصق في حد ما يعني تصق في حد ما ينفعش يتصق فيه أساسا يعني ما ينفعش اتنين اتنين ان يعني يعني فيه مقولة حلوة جدا يعني يقولك يعرف الرجال بالحق يعني يعني ما يكون فيه حق كده علي وعلى التاني وعلى غيري وعلى غيري وعلى غيري آه يبقى أنت بتعرف الراجل هنا المزبوط يعني أنا شايف أنا شايف يعني أن السنة دي فيه أخطاء طبعا على المستوى المحلي مننا طبعا أكيد في حساباتنا وتقييمنا وفقادنا للنقاط ده وضع مفروغ منه يعني لكن عد المطشاط ألعب 32 أسبوع 32 أسبوع منهم 15 16 17 مباراة كل 48 ساعة وبعدين يقول أحد المطلع بتصريح يقول لك إيه عشان تكافئ الفرص فهنأجل شوية مباراة الجونة يا راجل في نفس البطولة فرقة بتلعب 16 17 مباراة وبعدين طب الكاس هتعمل فيه هتلعبني يوم تسعة برضو يعني هتجيب لي جدول كده أصحى من النمر على الفطار قبل ما ما أكل أي حاجة على الفطار ولا أشرب شيء ولا حاجة لأي جدول علي يوم تسعة يوم حداشر يوم أربعتاشر يوم سبعتاشر على أساس أننا نخلص كما يبقص المهم أننا نخلص نخلص